ولكن أنا متأكد أن أغلب المتابعين والراصدين وحتى عشاق نادي النصر بعد مباراة الشباب لا رفعوا يديهم كثير جداً الدوري تقريباً مشاهل المستويات لأن المستوى أوكي النتيجة حلوة ولكنك لما تفوز بنتيجة 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 أنت كانت قاعد تنتظر السقوط السقوط البطيء يعني بيجي يجي لحظة أنت بتنكشف أوراق عندك أنت لو تلاحظ حتى في أرقام في مباراة الشباب الأخيرة هذه يعني مرعبة جداً للمتابع النصراوي النصر ما قدم فيها إلا الأهداف فقط تلاحظ الحالة الدفاعية تلاحظ مثلاً حتى في الثلثة الثانية والثلثة تلاقي مثلاً النصر من أقل الفرق هو نادي الوحدة خصوصاً في فقدان الكرة أو في خسارة الكرة في الثلثة الأول في الثلثة الثانية يعني حتى لما نتكلم نقول لأكثر مثلاً لو أجي يقول مثلاً أقل الفريق خسر الكرة في الثلثة الأخير الوحدة 24 بعدها النصر 29 يعني الوحدة وصل 24 النصر 29 اللي هو خسارة في الثلثة الأخير معناها أنه في السابق نتكلم على 57 56 نادي النصر هو نادي الهلال تجي على مثلاً أكثر فريق خسر الكرة في الثلثة الأخير تلاقي الاتحاد 56 بتقديم براته الوحدة الأخيرة الأهل 50 الهلال 47 مناطق استرداد الكرة تلاقي أقل فريق استرد الكرة في الثلثة الأخير الوحدة 5% النصر والرياض والفت 9% استرد الكرة بمعنى أنه ما فيه ضغط أصلاً على الثلثة الأخير للفريق المنافس إنه يبدأ برحلة إنه كرة تمشي كذا سداح مداح لين توصل ما يردها إلا في الثلثة الأول للمدافعين معناها في بعض المرات أنت أنت ما تلوم المدافعين نوم المنظومة كاملة جداً هل الياقة البدنية لازالت موجودة الرتم قال جداً تشتت ذهني في نادي النصر الإصابات اللي موجودة ممكن تعزوها النقص اللي عنده باليقافات ما تدري أنت وممكن البناء حتى البناء أنا أقول لك متأثر البناء في الخلف وهذا لا حد يغفلها بعدها موجود العقيدة بعدها موجود أسبينة أن النصر يعتمد على اللاعب الزايد اللي هو الحارس المرمى فلما جاء وليد عبدالله صعب أنك تلعب معه مع المجموعة الأربعة فإذلك صعبة الفكرة اللي يبني عليها نادي النصر دائماً بوجود وليد عبدالله أنا أتكلم في حالة البناء في حالة الكرة أنت مستحول عليها فإذلك كانت صعبة جداً لذلك كاسترو لازم في وجود وليد يشوف له حل في خروج الكرة من المناطق الخلفية ترجمة نانسي قنقر